هو أنا من حصن حظي أنه كابتن عمر شاف وتابع معي الملحمة دربي منشستر تسع أهداف متعة إصارة جري مهارة لياقة قوة كل عناصر كرت القدم اللي أنت عايز تتكلم عنيها كانت حضرة في التسعين ديه فقبل ما أدخل في التفاصيل معي بعد ما رحب بيه طبعا وبقاله كتير يعني غايبة علينا في السادسة وحشنا خلينا نقول له الأول أهلا وسهلا شرفتوا نوارة الدنيا شرفت كرة مختلفة عن الكرة المتفرج عليها خالص كرة غير كرة غير بصوص أحمد الناس اللي موجودة كل واحد عارف أنت ممكن أنت قبل ما خوش كل واحد فيهم كل هجمة للسيتي لها معنى يعني لو تفوق منشستر لأن تقطع الكرة هتترجب الهدف كل كرة تحرقات هلان الدبروين التحضير من تحت كل حاجة سهلة كل حاجة سهلة هو هلان تظاهرة من وجهة نظرك طبعا أما يكون عدد الأهداف في مدة زمنية اللي بتداية الدورة بالشكل ده بيتحرك كويس قوي بياخد قرار تبقى من لمسة واحدة كويس قوي بياخد قرار أن هو يروح لكرة بالماغة يعني بيلعب على زكاؤه مش على أخطاء المدفعين على زكاؤه مش جاي من فريق يعني بطر يعني يعني جاي فريق طبعا مدرسة محترمة جدا في كورت القدم روسيا دورتموند واحد من الفرق اللي عودنا كمان لقدم أهم من الأسماء يعني كان جوم ويصدر لأوروبا أهم الأسماء لكن ما فيش شخصية البطر ومنتقل من دوري أقل في النهاية البوندزليجا دوري قوي جدا لكن يبقى أقل من فمرلي فريح كمان لبطولة أصعب وبطولة أقوى إيه الفكرة في أنه ما خدش يعني يا سايما تقول لك إيه أي لعيب جديد في أي مركز في الدنيا تأقلم يحتاج يفهم وياخد وقت ويتأقلم وينسجم ويفهم اللعيبة ويفهم فكرة الجهاز الفني راجل جيمة يعني ما هتفهمش أبسط كلمة تتقيل أن جارديولا بإمكانية فكره أنه يختار هلن وهلن بيكافئ جارديولا الاثنين مش محتاج أن أخذ وقت إحنا بس اللي في نقول الكنان ده هنا في مصر هنتعايش هينتأقلم على المناخ وعلى اللعيبة وناخد وجهات النظر والانسجام ده فرود عارف إمكانيات نفسه والراجل عارف الدبابة البشرية دي مع إمكانيات لعبته الموجودة هيكون هدى في البطولة راجل بيحسم بسم الله ما شاء الله أن يبقى هدف من بادري كل فرصة موجودة جوه السندوق بهدف يعني أنت بتفرق كار مثلا بنقول أي فرود بنقول هيجيب جون لا ده راجل بيجيب هاتريك 14 جول في 10 مطشات ده المعدل الأكبر من العادي يعني فضله جونين يبقى كل مطشة هدفين لا معدين اللعيب لما بيجيب هاتريك تبقى قصة وحكاية ورواية وينام عليها خمس ست ده جايب ثلاثة هاتريك بس أقول لك الحال نحن بنتكلم على فرود بيجيب ألعاب الهوى لا ده راجل بيجيب التعامل مع الكورة مش العكس يعني الكورة مثلا مع عامولة دي برون النهاردة بيعمل عليها تاكلينج بيقفل بطن رجله يحرز منها هدف المدافع بتاع ما شصر مش متأكد انه هيعمل حاجة زي دي ما فيش فرود يقدر يربط ان هي هتعمل باند في الحتة دي ويتقابل معها التوقيت الربط ما بين دي برون وما بين هالند وبتيحرز منها الهدف ده الكورة اللي من لمسة واحدة كل ده فكر كل ده تمرين كل ده أساسيات بيعملها جارديولا للعيب ده وهو عارف وهو طلبه هيحقق له ايه يعني هشوفنا اسم جديد بيبقى موجود في الدورة الانجليزي بيحرز 14 هدف تمامة شوك هي دي المعادلة الصعب يعني بلول تملي صلاح صحيح صحيح مش غريب بالنسبة لك شوية يعني عايزك تبص للقصة بوجهة نظر مختلفة شوية مش غريب بالنسبة لك شوية انه اهم الاسماء على مستوى المهاجمين على مستوى العالم النهاردة ما هيش من القوات تقليدية يعني لما قولك روبرت ليفندوسكي بولندا ايه بولندا بالنسبة للاسماء كبيرة يعني اه بولندا ايرلينج هالند نيرويج محمد صلاح مصر حتى لما تبص البنزيمة وكيليا لينبابي ما هم مش من اصول قوي يعني اوروبية كريم بنزيمة اصله جزائري كيليا لينبابي اصله برضو يعني اصول افريقية لكن قوى المانيا مثلا المانيا عودنا طول عمره طول عمره عندها هدف رودي فولر كلينسمان رومانيجيا من زمان يعني كل الهدفين حتى اوليفر بيرهوف اللي هو ما كانتش بس كان ساعتها حد تقيل جدا البرازيل ايطاليا كريستيان وطغال ميسي كل ده هو ده هو ده ما بقتش محتكرة او مصلطة ضوءة على الاسماء الكبيرة اللي من جوه بلاد اكبر في الكورة لا يعني البرازيل تمني لازم نقول فيها نيمار وغير نيمار ورو ماريو كل الاسماء اللي تواجدت كفراودة انت لسه حتى تقول انت بعد رونالدو ورو ماريو ما شوفتش برازيل ما جابش ما جابش حد خلاص انت هو ده بعد باتستوتا وبعد ارجنتين ما في الكلام يعني اجويرو شوية لكن يعني بس ما وصلش لتحقيق الترجط اللي احنا متعودين ان ماردونا بيعمل ومس بيعمل وكريستيانو احنا متخنين الماتش شغال وكريستيانو بره هينزل يضيف ايه خلاص مش هتفضل طول عمرها زوم على الراجل ده بقيت حد تاني اهلا دلوقتي بقى هو حديث العالم دلوقتي الراجل اللي بيحقق المعادلة الصعبة في كل مباراة مش مباراة تجربية مباراة لها اسم كبير وفرق كبيرة بجون واثنين وثلاثة بقى الواربعة يعني انت لو وصلنا بالمعدل ده لهداف الدوري احنا هنغير الموضوع خالص وهنغير المنظومة وهنغير الفكر وهنغير الهداف لا ده انت دخلتلي لبداية كلامنا بقى عن الدوري قبل ما اتكلمك على الاهلي انا عايز اتكلمك على البطولة السنة الموسم الجديد احنا في الدوري الانجليزي اتعاودنا او يعني شفنا انه فيش حاجة فرق بين كبير وظاير فريق برايتون من يومين بيلعب ليفر بول اللي هو وصيف البريمير ليج ووصيف دوري الابطال وكان الاقرب يعني في لحظة مع ذات كان الفريق الاقرب لتحقيق اللقابين وبيلعب معه جم مفتوح وبيهاجم وعنده طمع في المباراة وده نشوفه كتير قوي في الدوري الانجليزي مفيش قبل كل المباراة مفيش حاجة اسمها اسمها الفرق مفيش حاجة اسمها ترتيب الفرق امتى ممكن يحسن عندنا في الدوري المصري كده يعني امتى ممكن نشوف المنافسة بين التمنتاشر فريق مش قصدي ان التمنتاشر فريق ينفسه على اللقب بس اشوف كل مباراة جي مختلف اشوف جرأة اشوف مغامرة اشوف كورة ممكن انا سيد احمد قلت حضارك في برنامجك هنا كذا مرة ان كل واحد بيلبسته بالاسد حابب يلعب معه البطل عايز بقى بطل لمرحلة لموقف لمباراة للتسعين دي بعد كده مش هو ده اللي كان بلعب مثلا الناد الاهلي مش هو ده اللي كان موجود يعني اشمعنا هل مثلا ده مرتبط بفكرة ان كل الفرق في الدولة الانجليزية عندها جمهور هل ده مرتبط عندها هدف وعندها تحقيق ذات في حاجة معينة ما هو في حاجتين لو بره انت مثلا دوقتي موجود مثلا بتاعب مع ريفر بول وصلت لحتة معينة حققت حاجة من الاتنين حققت معادلة الناس كلها هتتكلم عنها في العالم مش في انجلترا بس ولو في لعيب او اتنين اتشافوا هيبقوا ملفتين جدا للاختيار للاندية الكبيرة يعني محدش كناها فعلا انت خالص احنا بلو الدوري الالماني اه موجود وعارفينه بس الراجل ده راح حتة ابعد انت كنت تلعب في دوري لو جيت حسبته من الاحصائيات هتلاقي مثلا رقم 8-9 دلوقتي انت لعبت مع البطل لعبت مع اللي بيحقق او اللي مفروض يحقق الفترات اللي فاتت دي بطولة في انجلترا مثلا مثلا دلوقتي بيتكلم على امكانيات فرقة منشستر سيتي انت محطا ده منتخب ما تحسبوش انه فريق ما تحسبوش انه فريق منتخب كل واحد بيحقق حاجة وكل واحد ليه سقله في الملعب كل واحد عارف ايه المطلوب منه انا اول مرة اشوف فرقة بتحضر بالهدوء ده بالهدوء ده مهما حصل مهما ضغط عليه الفروت بتاع منشستر سيتي مهما حصل ايو هما مع السيتي انا بحس ان الكرة سهلة جد يعني ليه يا جماعة مش كل فرقة الدنيا بتلعب كرة كده الكرة بسيطة وسهلة استلام تلعب بثلاثة نشئين تحرك اول مرة السيتي يلعب بثلاثة نشئين في مبارات النهاردة اللي خلص سيتي تلاتة انت مش ممكن يكونوا نشئين مش حاسس انهم غربة عن الموجودة والكبار بنقدي بنوصل اللي انتهي منه تم تغييره ببدأ منه هو انتهى بشتغل انا في الملعب حتى لو نقضت صغير السن الاداء ده هلا من المولد 2000 احنا بنكلم في واحد 22 سنة في حتة تانية اداءه التزامه قوته هدوءه حتى وهو بيعبر عن فرحته هادي هادي مش مش منفعل يعني جرديولا النهاردة منفعل في كل هدف من الاهداف لانفعل شكل هو حاسس انه هو عمل حاجة حاس انه هو وصل السيتي لأعلى درجات مش مطلوب منك بعد اللي انت ظهرت بي ده انك متحققش البطول صحيح صحيح طيب ناخد من ده ونبص على الموسم بتاعنا عارزة كلمك على ربطة الاندية والدوري الجديد وعارزة كلمك على اهلي طبعا واول لقاءته مع التحاد المنستيري وبمناسبة التحاد المنستيري خليني اقولكم انا كنت مبارح اللي تابع السادسة قلتلكم انه الدوري التونسي تأجل وبالتالي ادارة نادي التحاد المنستيري فكرت انها تعمل مباراة ودية يعني عشان تحضر نفسها وفي قطار الاستعداد لمواجهة الاهلي يوم الحد اللي جاي فكان اختيارهم للتراجي التونسي للي ما يعرفش برضو التراجي التونسي هو بطل الدوري بطل النسخة لأخيرا من الدوري التونسي وكانت المنافسة على اللقب بينه وبين التحاد المنستيري وقدر التراجي يحسب بفارق نقطتين اللقب لصالح المباراة دي كانت بتتلعب من دقائق بسيطة انتهت كان الاتحاد المنستيري متقدم على التراجي التونسي بنتيجة 1-0 لغاية الديئة الأخيرة من عمر المباراة وتمكن التراجي من التعادل في الديئة التسعين عن طريق حمد الهوني من ركلة جزاء تم احتسابها لصالح التراجي وانتهت المباراة واحد واحد ده يمكن يدي دلالة كابتن عمرا لأنه لأن الناس هنا في مصر دائما اللي بتيجي تقول كرة في تونس تقول لك تراجي صفقسي افريقي نجم سحلي اتحاد المنستيري ممكن يبقى بالنسبة للناس كتير فريق صغير لا الحقيقة الفريق عامل سيزم المحترم جدا ونتيجته من المباراة النهاردة تقول لأنه هو منافس ليس بالسهل أو بالهين على الإطلاق أي أن كان هو عمل مباراة أجل الدور التونسي الدور التونسي تلعب منه مباراة اثنين احنا بنحترم صغره كبير احنا لنا هدف واحد المباراة تحسن من تونس أي أن كان من هم موجودين احنا بنعرف نتعامل مع الناس كبيرة اتعلمنا من الدروس القديمة احنا تمالي زي ما حدك بتقول كلما بنيجي نتكلم بنيكلم عن الأفريقي بنيكلم عن الترجع الصفاقس ما نتكلمش على حد تاني والنجم السحلي والنجم السحلي كل واحد من بلد أو كل واحد من قرية معينة أو من عاصمة معينة احنا بنيجي متواجدين احنا كنا بنيجي نشوفهم احنا في تونس اقول لك الافريقيا هو الدولي فجأة تونس هو الدولي ترجي هو الدولي انت محتار زي ما يكون فيه اهلي وزمالك وبرامدز ومصري أو اسماعيلي هم هناك نفس الكلام بس ما تطلع لك فرقة زي دي هو مش مصدر قلق بالنسبة للناد الاهلي هو مصدر بس بصيص واحترام للموقف نفسه ان انا اكون في المباراة بتاعت يوم الحد عندي ايجابية معينة من هناك تملي المتشاط الازاي دي بيبقى لها ملف اول وملف تاني ملف الاول بيبدأ من هناك انا تملي بحب تملي اما سألعب ماتش الاول ان هناك انهي من هناك الملف الاول والتاني بيسهلي شوية الضغط العصبي في مباراة العودة بيبقى عندي اريحية شوية ان انا ابقى ليه هدف في فرق ان انا يكون يحصل اي اخفاق هناك بيقولك انت هتتعادل وعايز تكسى وعايز توصل ضغوط ضغوط مع الفترة القديمة التعصر اللي حصل ضغوط تانية لا انا جاي مليش دعب السنة الفات خلاص سنة فيها كبوة بسيطة وانتهت البطل بيفوق بالسهولة البرج الكبير ده هو عارف هو عايز ايه مباراة يوم الحد عايز يفرح جماهيره من البداية بيجمع ما بين حاجات لعيبة وجهاز فني ومجلس ادارة كابتن محمود ربنا شفيه عفيق وهو مسافر بيحط الرطوش الاخيرة لمستر كولر هو ده احنا كنا نلتف عمال لعيبة جماهير لعيبة قدامة بنلتف حلول الناد الاهلي للنجاح ولا يوجد تهاون في الطولة واحدة كله بالترتيب بس انا اخذها واحدة واحدة من حسن الحظ ولا من سوق الحظ انه البداية تبقى أفريقي يعني مستر كولر طبعا عمل مرحلة أولى من فترة اعداد تلات مطشاط تدريجيين من ناحية المستوى تلاتي والجيش تلاتي والجيش وبعد كده هيكون أول ظهور رسمي الفريق الأهلي والصفقات الأهلي الجديدة في مشوار أفريقيا وطبعا مباراة برا الأرض يعني في أفريقيا حاجات دي بالنسبة لكولر تعتبر شيء إيجابي انها أول مباراة في الموسم بعد فترة اعداد وتحضير ولا شيء ممكن يبقى فيه جزء من الخطورة أو من البدلك يعني زي ما بيقول لا هو الراجل نفس المواصفات اللي تواجهت فيها كولر نفس اللي جات فيها فيلر بالزبط نفس المواصفات بالزبط هو الراجل حاب يفعل نفسه عمل المعسكرات تحت اليوم الطويل بعد كده خمس أيام بعد كده الضراحات بعد كده أما كان بيزيع أي مباراة رافض الإزاعة والتعامل مع وسائل الإعلام عشان يبقى خلي اللعبة تركز كل اللي انت تفرغت عليه من الثلاث مباريات هتشوف فرقة تانية خالص يوم الحد أنا تفرغت مرتين الراجل عنده كميتين حازم جدا ومحبوب للعيبة جدا دي صعبة انت بتجمع ما بين حاجتين شغل وفي نفس الوقت اللعيبة تبقى عارفة وهو عامل التفاق جماعية كويسة قوي ان اللعيبة دي تحبه حبته والمدة زي منها بقى له شهر ملحقش يمكن أغلب الديوف اللي كانوا قريبين أو بيتابعوا أو بيبصوا على كولر على شغل يعني لقته نفس النقطة راحة تتكلم فيها فكرة ان الوشوش اللعيبة غير الحالة المعنوية جوا الملعب غير حبه وصل بهي اننا المدير الفني اللي موجود في الناد الاهلي موسم 22-23 ميخلي اللعيبة كلها قلقانة مين اللي هيلعب مين اللي هيحجز مقعد الأساسي مين اللي هيكون موجود في البساط ويقدي اللي المدرب حطه فيه اللي حطه في المكانة دي راجل مش عارف الأسماء بس ابتدأ يحفظ كل اللعيبة بإمكانياتهم بيتفرج يومي أنا كنت متواجد مرتين كده مداري كده باتفرج بحاجة كان واخر باله الراجل عارف هو بيشتغل ازاي بيشتغل في وجود سامي في وجود المساعدة معاه مش هيلي أنكن مش جديد عليه الجزيرة واللي هو بينفزه مع اللعيبة أولاده التلاتة الشناوي وعلي ومصطفى شبير هي دي الكيميا دي بس يا سيد أحمد ممكن يبقى معاك مدرب عالمي واللعيبة مفيش حب ما بينها مش تاخد حاجة وفيه مدرب متوسط مع اللعيبة بتحبه قوي ومش قادرة على زعله وعلى زعل تفريط في أي لقب بالبطولات هيديك اللي أنت عايزه الحب هو ده هو ده النقل الحب الروح الراجل مخلي كله في مزان حساس مين اللي هيقديلي ومين اللي هيكون موجوده ومين اللي هيحجز مكانه في الحداشر اللي موجودين ده صعب وفي نفس الوقت بيطلعوا بيضحك مع السيد أحمد ومع عمرو ومع محمد ومع سيد مع كل الأسماء بس في وقت الشغل الراجل واقف على الخط بيدي كله أوامر 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 وهم بيجي يكتب محل الأداء بيكتب له لأنه عايزه بيصلح ده ما بينه الشوطين بسولة جدا طيب عايز أخذت معك في تفاصيل إرائتك للمباراة وشكل الأهلي المفترض يظهر عليه في بداية مشوار في دوري الأبطال بس أسمع رأيك الأول في الصفقات اللي تمت الأهلي عمل ثلاث صفقات أو يعتبر أربع صفقات لأنه كريمة دي بيس ممكن جدا يكون موجود في سكواد الأهلي كفرس تيم السنة مع مصطفى ميسي مع شاديو مع شادي مع سافيو برونو سافيو شايف صفقات الأهلي إزاي وتقييمك لها والدور اللي ممكن يلعبوه مع الأهلي في الموسم الجديد أقول لك الحاجة عمر ناد الأهلي ما هيختار حد اللي ما يكون هو عارف إن الخانة دي الألبوم ده هيكتمل بالصورة دي جاب شادي أنا عندي شادي وعندي شريف وعندي حسام أنا عايز ده عايز أنا كمشاهد أو كلعيب قديم بتفرج عنه ده عايز أشوف روح المنافسة شادي هدف دوري حسام هدف دوري شريف هدف دوري أنا عايز أشوف منه كنتو التلاتة الإيجابية اللي تريحني قبل كده كنتما بتبقى تفيرود مش سترايكر أساسي أنت بتصنع سترايكر من إمكانيات اللعبة اللي تحتيه اللي هو التلاتة اللي تحتيه دلوقتي أنت محتار محتار تحط 11 طيب عايز أكلمك في كل واحد فيهم على حدة وعايز أكلمك في النقص من وجهة نظرك يكون إزاي بس سمحلنا نروح لفاصل كابتن عمر ونرجع نكمل كامل مش بس عشان هي بداية مشوار الأهلي في بطولة دوري صعب ومحترم في نفس الوقت في بداية المشوار لكن كمان هيكون ظهور أول أتوقع لعدد من صفقات النادي الأهلي الجديدة ممكن شادي حسين يشارك ممكن ميسي يبقى داخل في الحسابات ممكن برونو سافيو يكون أول ظهور رسمي لي مع النادي الأهلي فيمكن شادي ومصطفى حين شفناهم هنا فعارفينهم معارفين ستايل لعبوهم معارفين إمكانياتهم ونتمنى إن شاء الله يكونوا إضافة لسكواد الأهلي لكن عليه العين والناس مستنيني تشوفوا برونو سافيو ويمكن كابتن عمر الحديد ضفنا النهار ده ونجمنا في السادسة شايف الراجل فهو ممكن يقرب لنا شوية ناس اللي بتسأل على إمكانيات برونو سافيو على ستايل لعب برونو سافيو ممكن كابتن عمر يقول لنا شوية الراجل إيه يعني واحد إضافة نمر واحد طبعا إزاي واثنين ستايل لعب برونو سافيو زي ما انت شفته عمل إزاي بصوص أحمد مش هنقول الحاجة المعتادة تتقال إن هو لعيب كرة كويس لأ لعيب كرة عنده حاجات هتضاف لناد الأهلي سرعات الشغل من الكرة أما بيخش جوه وبيشتغل الحتة بتاع تأسست والحاجات اللي فيها صنع لعيب لعيب كويس بيجيد ألعاب الهوى وبيجيد برجليتين كويس جدا جدا انت في الوقت ده انت عايز إيه من لعيب كميته لقيت على لعيب الناد الأهلي بسرعة هي دي اللي انت كنت رسي حدارك بتتكلم عنها اللي بيبقى موجود في السيتي مثلا هياخد وقت هو ده انت مش حاسس ان الرجل بقاله قديق شهر وقاله من شهر موجود شادي احنا لو قلنا مرحلة من سنة ولا اتنين كان مطلوب ان هو يجي الناد الأهلي فهتلاقي في الحتة بتاعت الفروت دي بلغة لعيب الكورة جعان تهديف عايز يقول انا الحلم اللي انا حلمت به ان انا انهي حققته في الناد الأهلي انا بقى وجود في الناد الأهلي وهحقق بقى المعادلة عشان انا نفسي ابقى اكون مع الناد الأهلي وابقى اتوج بالبطولات وابقى هدف وانا جوى الناد الأهلي زي ما حققت مع صراميكا اجزاء معينة والناس كلها عارفتني من كل الاندية انا عايز اكون في الناد الأهلي بقى بتوج بالحصد اللي انا عمرته ده كل مصطفى لعيب كرة كويس او ميسي لعيب كرة كويس كويس بس احنا بقول بقى ايه نصبر نصبر الراجل عنده حلول لو واحد على واحد واحد على اتنين عنده حلول وعنده حلول إيجابية احنا لسا اخونا بنكلم واحداك في فاصل واحد زي محمد محمود مثل جاي لو اديته كتير اللي احنا انتهنا منه في البطولة اللي فاتت راجل قدم اوراق اعتماده شفناها قبل كده بصدر اصابات بعيدته وهو موجود خد كتير هتشوف فنان فنان انت بقى بترسم التابلول اللي بيعجبك الصورة والالوان والاختيار كل حاجة هتلاقى فيه غيور بيحب الناد الأهلي يعني هو الفرصة صعبة امن بربنا وهتبقى الموضوع صح الفرصة صعبة على الكلة كابتر عمر السندي اللي عايز اللي عايز يكون موجود يحفر اسمه ويقدم أوراق اعتماده صعبة مفيش حد يتكلم على الاسم انت عايز تكون موجود اتعب نفسك بأجنابي مش مصري هيسمع بالحواليه او بالأجوال اللي حواليه لا راجل ممش بيتكلم مع عربي او لو سمع الكلمة ولا كلمتين بالعافية يكون فاهمهم اما هو في اداؤه نظرته هم الاجانب الانطباع الاول اداءك التزامك اسلوبك في الملعب شخصيتك كل دوت لو انت قدمته هتكون موجود الحداشر المرة دي صعبين او مع استثناء مكان ومكانين في الملعب اتكلمك على الثلاث خطوط بس عايز اعرف وجهة نظرك يعني اللي عندنا طبعا واللي جماهين النادي الاهلي متابعان وصفقات الاهلي لم تنتهي ويمكن تحت التليسكوب كده فيه اربع اسماء كلهم حقيقة عيار تقيل يعني كلهم تتمنى ان الاسماء كلها تيجي يعني اكيد هيكونوا كلهم اضافة كبيرة جدا لكن في نهاية حتى لو جي منهم اسمين واحد فوق واحد تحت السن يعني اعتقد فيه كواليتي غير جاية لكن خلينا اسمع رأي كابتن عمر لانه من خلال الاسبوع اللي فات يعني كل اضيوف كابتن عمر وكلهم طبعا النجوم الكبار كان فيه قسام بينهم في القراء انت مدافع مش عارف هتميل لوجهة نظر بتقول لا الاهلي محتاج فعلا يكون فيه اضافة لخط الظهر ويكون فيه مساك من العيار تقيل مساك عنده كرة حلوة مساك يقدر تراهن عليه في بداية هجمة دول جزء وجزء تاني قالك لا احنا اللي محتاجينه في صفقة الاجنبي تحديدا فرد هي انه يكون فيه رأس حربة واضح وصريح رقم تسعة فانت مع اي وجهات النظر لا مع الحطة تحت الفره اقول لك على حاجة خطة ظهر النادل الاهلي برا والله ده انا قلت انت هتميل مدافع فهتميل اقول لك على حاجة او سأنا مش هميل عشان انا حابب ان يكون موجود مدافع انا عارف ان الناس بتفكر عشان بدر بنون اخيرهم كابتن عادل طيما بارح معنا كابتن عادل طبعا اسم كبير وكابتن مصر فيه نقطة مهمة انا موجود دلوقتي في خطة ظهر النادل الاهلي عندي بين محمد عبد المنعم وعندي ايمان اشرف وعندي رامي وعندي ياسر ابراهيم صح وهستعمل وقت معين حمدي فتح هذه خمسة وعندي مغربي كمان ومغربي احنا بنتكلم عن اللي احنا عارفينهم وقدموا اوراق اعتمادهم بقى لهم فترة متولي وياسر وربيعة نص ده انتضفت كمان متولي اه ومتولي طبعا احنا بنتكلم في سبع العيبة اطراف في محمد اشرف والدبيس وعلي ناحية الليمين كريم فؤاد وهن واقرب ايا كان في نص الملعب السلية وديانج وحمدي اللي بيجمع ما بين حتة الدفاع وحتة الهجوم انا عايز فرود فرود صريح يترجم شغل النادي الاهلي على تهديف فرود شادي وحسام شريف فرود الافريقي اللي جاي دبابة شريح هدى اللي انا عايزه عرفت من انه افريقي تيمكني بقى حاجات تانية اي لا مش قصدي ايا كان ايا كان الاجنابي اللي ورا محمد بيحضر كويس اوي رامي محمود متولي اقصر من رائع الفترة اللي فاتت اي مش محتاج بس هو الناس ما شفيتش شافت محمود اما لقى بمرضة زملك وتعور قعد فترة طويلة شافت ايمن اشرف تعور شافت رامي كان بعيد وتعور المنافسة من وجهة نظرك اصعب في ان يخط من خطوط التلاتة لا هي يعني يعني خط الدفاع لا هي الحتة القدامين صعبة قوي الحتة اللي ورا انت هتلاقي نفسك يعني في روتيشن هيحصل هيحصل هيبقى موجود موجود بس انت لو استقرت ولاقيت الدنيا شكلها حلو هتزبط هتلاقي محمد عبد ملعام رامي محمد عبد ملعام رامي عشان انا هلعب بواحد هادي هتبقى ما بين ايمن وما بين ياسر بس انا في الوقت دا هحتاج برضو ايمن في الحتة اللي على الطرف ممكن يلعب مع علي معلوم هاجمع ما بين اتنين السردبك وهاجمع ما بين المتطرف انت النادي الاهلي ما بيتهاجمش وسو زحمد بتهاجم بفرود وانت عندك اتنين بيحضروا الاتنين فيهم واحد بيمسك وفي واحد فيهم بيشتغل انت كنت شايف ان بدر هادي بدر عائل بدر محمد بعمل الشغل دا محمد عب مينة بعمل الشغل دا ومحمود متولي هو اصل الشغل دا ورامي بقى هو اصل الشغل دا هي وقت انت عايز حد يلعب على طول وما يبقاش فيه مشكلة ما يبقاش فيه اصابة ما يبقاش فيه طاط ما يبقاش فيه انا بقولها هؤمن عند حضرك وقلتها تالتين مرة محمد عب مينة الهدوء واللي احنا شفناه في بطولة الامم واللي قدمت اوراق اعتمادك لمستر مسماني واللجنة الكرة في النادي الاهلي انك ترجع ارجع محمد تاني ولا بدر ولا لو جبت روسي بتاع المغرب لو جبت مين انت لعيب كويس قوي لعيب كرة كويس عندك من الالتحامات والقوة في تعداد الهدفين اللي بيطلع يبقى ايجابي في الكرة السابق بره 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 خط ظهر النادي الاهلي في لعيب جوه مصر مدافع اخذ رأيك بقى في المدافعين عموما في مصر لافت نظر مش اجنبي هنا مش هروح الاجنبي يعني لو انت بتفكر النهاردة او بترشح مدافع مصري لافت نظر كابتر عمر الحديدي في الموسم يجي الاهلي اه سيبك من يجي النادي الاهلي يا سيدي مين عجبك السيزن اللي فات ده من المدافعين المصريين هقول لك حاجة من الحاجات اللي هو عنده هطلع عليه شبره الحساب حتة القلب والروح والقوة وكان موجودي مفروض من النادي الاهلي من سنتين أسامة جلال أسامة جلال اه عنده عنده بقى ايه عارف انت بقى تبقى أسامة جلال وفي النادي الاهلي خلاص الدائرة كلها اكتملت قوتك اسم النادي اللي انت فيه الهدف اللي انت هتحققه والتتواج اللي انت بتحلم به أربع خمس حاجات هيفرقه معك كتير قوي. هو لو انت فكرت انك تجيب بقى هو. ما فيش حديني. ما تفكرش في حديني. قدام شايف المنافسة ازاي بين كلهم اسماع كبيرة الحقيقة. وكلهم يعني مش عمزمش حد في فترة من الفترات كان حد منهم منور قوي. الاصابة لعبة دور. الاعارة لعبة دور. تراجعوا المستوى لعبة دور. يعني في النهاية في اسباب ما خلتش فيه ثبات مستوى لكل الاسماع اللي موجودة قدام. كلم على الشحات. بتكلم على كهربا. بتكلم على طاهر. بتكلم على عبدالقادر. بتكلم على برسيتاو. هتلاقي كل الاسماع دي فيه ups and downs. هتلاقي كل الاسماع دي برسيتاو جيل اهلي كان مكسر الدي. هدم اوراق اعتناط في مراج الاسماعيلي. مصر كلها كلمة عنه. في كل المطشاط الاولياء وكان مصدر سباق له هدفين. والناس كلها مبسوطة ببداياته. بعد كده حصل تراجع تكرار للاصابات بعد كهربا. ما حدش قلل أبدا من إمكانياته لعيب كرة محترم جدا. لو واقف على رجله ومركز وانا حاسس انه كهربا السنة دي غير. هتلاقي كهربا في حتة تانية خالص. بس فيه اوقات كان برا الحسابات فيه اوقات طلق عارة. طاهر بداياته مكادش احسن حاجة. فانش الموسم لغاية لما حصل الاصابة. كاروع ما يكون. كان حاسم ومؤثر في مواجهات كبيرة. عبدالقادر نفس القصة. يعني فاهم عندنا إمكانيات كبيرة جدا في خط الهجوم. شايف المنافسة ازاي. وشايف اللي هيقعد والشحات طبعا عشان منساش حسين الشحات. وحتى زيادة اللي طالع من تحت برضو يعني خامم وبالشارة جدا. بروسل بيك يا سيد احمد ان كنت فيه وقت من الأوقات كنت بتستعمل طاهر والشحات باكريت. وعنده بينزل على الأرض وتكالنج مع ان الشغل دوت من قدام. مش مطلوب تعمل ده. بداياته كان باكريت. يعني انت الموضوع بالنسبة لك يعني روح شوي. نعم. لقد انت عندك كمان برونو سابيو. وعندك كمان يعني برونو سابيو كل اللي جاي انه الراجل بيفكر فيه انه يلعب في قلب الملعب. يلعب رقم عشرة. منتحة. منتحة. عندك شادي حسين ممكن يلعب جناح. عندك محمد شريف ممكن يلعب جناح. فالحتة اللي قدام دي شئنا ما بينها في ناس هتقعد. سترايكر صريح. صريح. حسين. سترايكر صريح. حسين. يعني شادي. لا. يعني شادي أدراجيت في حتة تاني. محمد شريف أدراجيت في حتة تاني. بس ساعد. حسين ما يلعب شغل سترايكر صريح. هتطرفه مش هتاخد منه حاجة. مش هتاخد منه حاجة. أنا جوه السندوق. أنا شغلي كله جوه السندوق. بجيب ألعاب الهوامحطة كويسة. بشتغل من تحت. بشتغل بمحطة للناس اللي جاي من وراء. القادمون من الخلف. ده شغل حسين. عشان هو اشتغل معايا سنة كاملة في الجيش. وحققت البطولة في تنتة وتسعين. هو ده. هو الفرود الصريح. اللي بيقدر يهدلك خط ظهر كامل. وبيعرف يسند للناس اللي جاي من وراء. أما بتيجي تكلم عن شادي. شادي بيجيب لتنين. بيجيب الأطراف. عشان بيجيب التزديد برجليل اتنين. وبيجي الاقتناص والقوة في ألعاب الهوى. محمد شريف. محمد شريف عنده الحتة بتاعت المساحات. وبستعمل سرعات. وبدأ رجيب برجليل اتنين قدر أهدف بسهولة. مش صعب بالنسبة لي. أما هو كل واحد فيهم. أنت الفرصة ما هجيلك. مش بقلل من أسمائك. أنت وأسمائك كبيرة أحسن فروضة في مصر. اللي جيلك. امسك فيها. اشتغل عليها. واشتغل على نفسك. هتبقى هدف. من بدري. هتقدم أوراق اعتمادك. مش للخواجة. لمصر كلها. أننا غير الموسم اللي فات. موسم 23 مختلف تماما. 22-23 موسم إيجابي. موسم هدفين. هدفين ما تخرجش برناد الأهلي. إمكانيات اللعيبة. كل واحد فيكم بيتنافس. يبهدف الدوري إزاي. في وجودنا في التسعينات. كان كابتن حسام وكابتن رمضان. وكابتن أيمن شاوي وكابتن فليكس. أنت مش عارف فيهم اللي هيلعب. وكل واحد فيهم يجيب له عدد كبير من الأهداء. وكوشري. لا وبعد كده كوشري يجي. وبعد كده كابتن عمر أنور. وبعد كده كابتن عبد الرحمن. أنت محتار. وبعدين أحمد عفتاح. وبعدين وليد صراح. أنت محتار. عندك كم. وكل واحد أنت بتستغله. وليد فيرود لا. بيلعب من تحت رقم 10 يشتغل. زي كابتن رضا بيعرف يشتغل. وكابتن ماجد طلبة كانوا بيعرفوا يشتغلوا دي. هاجمنا على طرف كوشري يجي بتاعت الخمس خطوات. اللي هم بتوع الاسبرينت. أجوه السندوق وعندي بطن رجل. مين مدربين أجانب يشتغل معك كابتن عمر في الأهلي. ألان هاريس. الإنجليزي. مستر هولمن. ألماني. سوبل. ألماني. بس هولمن ده كيميا الوحده. يعني كان بيخلي خط الظهر يشتغل. كان كابتن ضريم حسن نحية اللي مين. وإزاي تشتغل أنت من وراء. لو هو اللي دخل جوه. بيديك إرية حينك تشتغل. زي ما كنا شفنا في جنوب أفريقيا كان يضرب مثل بماركو فيش. يقول لك بيباص وبيتنيل وفجأة ليه في الفراو ده قداب. كان يقول لي اشتغل من وراء كابتن بريم ما تقلقش. في ناس هتقفل المكان ده. كان الكابتن هادي بيقفل الكلام ده كويس. ومن ناحية الشمار كان بيخلي يوسف يزيد أولا مشير ولا بود ده. في ناس تقدر تعملك الشغل ده. في ناس انت بتعمل شغل عشان انت غير مرئي. الناس كلها عارفة اللي هيزيد الكابتن بريم حاسم. انت مدافع. مين من الأسماء دي طور أداء يخطط فعل أهلي بشكل عام. وعمر الحديدي كمدافع هجوميا. هولمان طبعا. لكن هو بص أول حاجة كان ألن هاريس في الكورة السبتة. كان مين مع مصري في الكابتن ماره همام مع هولمان. كابتن أحمد ماهر وكابتن ماره ماهر. في الكورة السبتة كان ميستر هاريس يقول لي كابتن شاوي وكابتن شاطة. كابتن ريدا وكابتن مجد طلبة ولا وليد. الأوفارات تتلعيم على قريبة العمر الحديدي. أعمل زحلاة بدناغي جمال. كابتن ريدا أغير مصارها بس. هولمان عايزنا زيد. أنقل وزيد. يعني هما كنت بالعب ناحية الشمال مثلا. انت خطت فعل أهلي كله بيجيبوا جوال. يعني جيلكم منتو. نحن كنا كلنا فراغدة. بألعاب هوى وتصويبات من خارج المحمود وكمونة. حاجة تانية جمال. بألعاب الهوى لا. مدافع رمضان بيطلع في كل دقيقة. شمحانة في ناس في 3 اللايكة في 7-8 شويت على العالم مستوى. يوسف. على فكرة احنا شوت. سيد. يعني شوت لما في مماطش. أعتقد أسوان طهر جاب جنب الكورة سابتة في المماطش ده. على فكرة كانت مصار حديث النادي لأهلي. لأنه إحنا بجد كان واحد من أهم أسلحاتنا التصويب من خارج السندوق. وخصوصا لما بيقفتك التولاد دفاعي. ودي واحدة من الحاجات اللي احنا افتقدناها المسلم الأخير بشكل واضح جد. كل مدير فني بيلعب النادي الأهلي يقول لك. إلعب على المفاتيح. قفلت الجيم وما تخدنش النادي الأهلي ينهي الكتير. ويستحوز على مجريات قطعة كبيرة من الملعب. التزديد هو الحل في الوقت ده. ما أنت أقفل الأطراف وبتراقب مراقبة قوية جدا جوه السندوق. يعني ممكن في واحد يقول لك. أخليني مرأبهم بعيد. لا ده خطر يبقى لازم أبقى أفضله. أبقى جوه نفسه. إحنا تعلمنا كده. ففي وقت الناس كلها بيتعرفة مصدر خطورة النادي الأهلي. خطورة النادي الأهلي أما أفشا بيمسي الكورة. خطورة النادي الأهلي أما شريف يتحرق. خطورة النادي الأهلي أما أحمد عبدالقادر يروح واحد على واحد. طب الناس كلها اتمسكت. من اللي حل؟ لازم. بس خلينا نتفع على حاجة برضو. ده طول عمره بيحصل. يعني ما حصلش الموسم الأخرين. لا لا عملا. يعني أنتوا أنتوا بتلعبوا برضو. كان أغلب الفرقة في مصر بتعمل تكتورات دفعية وتحاول ده. ونشوف المطش كله في صندوق الفريق المنافس. والأهلي بيحاول يهاجم من هنا وبيهاجم. وكنا بلاقي الحلول. في الوقت دوت كنت تتلاقي من ناحية المين مثلا. الله أرحم أحمد فاهمي أو عدل عبر رحمن وناحية الشمال ياسر. ينقلك بقى ياسر رايني. ينقلك بقى الحتة من الدفاع للهجوم. تلاقي نفسك في الثامن. في الثمانتاشر عندهم. الحتة دي بتقلل الضغط. الحتة بتاعت الدفاعية. بتاعت ألو ديانج والسولية وحمدي. بيبقى فيها هدوء. فيها أن أنا مثلا بأسم الملعب نصين. أنا حمدي ما بيلجي هتهاني وكريم. ديانج بيميل على علي وعبد القادر. دي مهمة. دي مهمة. كل واحد فينا في مكان. وفيها توهان شوية لأ. إحنا عارفين كل واحد مهام وشكلها إيه. لو أنا غطيت على شغل أستاذ أحمد. ما هو إحنا مش هنحكي. بين الشوطين اللي بنتكلم في الموضوع ده أو بعد الماتش. أنا عملت الواجب بتاعك والزيادة شوية. يعني عملت الواجب بتاعي. وضفت عليه أن أنا بعدت هجمة. كانتها تبقى مشكلة لأستاذ أحمد عادي. الموضوع سهل. الفكرة واحس. الهدوء والتعب والإجهاد اللي كان فيه اللعيبة. والضغط العصب اللي لهم شكوه. كل ده يعني السنة هذه قصة وانتهت بقى. خلاص هم من نفسهم ما يفكروش فيها. يقلب الصفحة كده. ويفكر في صفحة بيضة جديدة. لكل الأسماء اللي احنا بنتكلم عنها دي. احنا محتارين. والجماهير كان مناسبة محتارين. والجماهير كمان محتار. النهاردة يعني زي ما قلت الكابتر عادل مبارح. لو نزلت جبت عشرة أهلوية. قلت له حط لي التشكيل الأهلي المثالي من وجهة نظرك في الموسم الجديد. هتسمع عشرة تشكيلات مختلفة. يعني ممكن الحاجة الوحيدة اللي تبقى فيها استقرار. حيث تحرس المرمى وجزء من خطة ده. حرس المرمى وجزء من خطة. مع هذا زالك شايفوا أنه مفيش اتفاق عليه. هسألك بقى. هسألك انت بقى. لو كل اللعيبة طوب فورم ومرحلة الإعداد الرجل قرأ بشكل كبير إمكانيات لعبته. وكل اللعيبة قدمت أوراق اعتمادها عنده مارسيل كولر. شايف اللي طلع الأولى في مواجهة الاتحاد المنستيري. إيه طريقة اللعبة الأنسى اللي أنت تتمنى الأهلي يلعب بيها المبارادي. وإيه هو التشكيل الأمثل من وجهة نظر الحداشر اللي يبتدي بيهم مارسيل كولر مباراة الاتحاد المنستيري. يعني الشناوي. هتلعب إليه أول. هتلعب 3-4-3-4-2-3-1-4-3-3-3-3-4-3-3. وأول لما هتغير طريقة اللعبة هتبقى من جوه الملعب واحد أو الاثنين في ساعة الهجوم بس. تمام. هتميل أكتر أنك تأمن. يعني رايح تأمن وتحاول تكسب المباراة ولا رايح تهجم الاتحاد المنستيري. أنا رايح تونس معي بنت. معي بنت معي. أنا مش بفقده. طبعاً في الثلاثة؟ أه طبعاً في الثلاثة. تفتح المباراة وتلعب جيم هبومي أأمن وهاجم بكل قوتي أهاجم بكل قوتي بس مأمن مفيش رزق مفيش سرحان عايز 4-3-3 شاف 4-3-3 مباراة الزهاب الطريقة الأنسب هتتغير في المباراة العودة لأ ليه يعني هتلعب برضه 4-3-3 في المطشين طب قولي التشكيل يال شناوي أنا عايز ألعب نفسي الأهل يلعب يعني طبعا دي تماليات الشخصية يعني بس أنا شايف أنه 4-5-1 أو 4-1-4-1 ما أنا أستغير حضرتك هتبقى شكرا على الصبورة أو على الورق 4-3-3 الحتة الهجومية هنقلب الكلام دلوقتي يعني ممكن نقبل برأ أرضي ممكن نقبل أنا كجمهور يعني بكلم كجمهور أنا مش صاحب قرار لكن أنا ممكن نقبل برأ أرضي ألعب باثنين ارتكاس في نصف الملعب ألعب بديانجي وحمدي ألعب بحمدي والسولية في مطشط برأ أرضي أجهز من الثلاثة ألعب بإثنين منهم ودور عشان الثلاثة ما يتعبوش طول السيزن عايز اثنين عايز اثنين منهم أسيب الشغل للثلاثة اللي قدامهم تمام أو الأربعة اللي قدامهم تمام لكن جوة أرضي هل دوارد مثلا أنه نفكر يعني بشوف في الستي بيلعب ده حتى هو بيلعب مع فرق كبيرة وبيبقى مأمن على فكرة ومقفل خطوط دفاعه بشكل كبير أنا بأمن وبهاجم كويس قوي بس الناس اللي في نص الملعب هاي اللي بتعمل ربط ما بين خط الدهر و الفراغ بس في الستي بيلعب دايما بواحد ارتكاز وبيبقى الواجبات الدفاعية للأطراف حسب اللعبة حسب الانتجاه تمام شايف أنه في ملعبي دايما أو في المطشوط المحلي الأهلي مفترض ديروهن على الحتة دي ويبقى يكتفي بواحد بس ديانج أو حمدي في حتة الارتكاز انت تملي هتلاقي الربط ما بين حمدي وعمر سلي حمدي وعمر السناء الأفضل منهم من وجهة نظرك حمدي وعمر مع بعض ديانج يقعد بص انت هتجمع ما بين اتنين من التلاتة انت محتاج التلاتة يبقوا موجودين لا مش هتتكرر تاني القديمة دي لا انت مش محتاج التلاتة منهم اتنين دفاعيين وعمر بيزد في الحتة الهجومية حمدي لو فكار السبتة نرجع للتشكيل انت اخترت الشناء في رس المربع علي كريم فقاد كريم فقاد عب منعم ليه كترتك كريم فقاد هقولك انا بحب كريم جدا وشايف انه بص انا بحب كريم جدا بحب هاني جدا جدا وبحب اكرم جدا جدا بس احنا بنقول حاجة واحدة اللي انا انتهت منه هو اللي يكمل هو اللي هيكمل هاني مش هيكمل ماتش هتشوف هاني في حتة تانية خالص انه عينة دي وعنده هتشوف هاني المعادلة الصعبة فهم ببارات الهلال ساعة الكسر العالمي اللي اسنع للناس من تسليدات منتري هو هاني كس عالم هاني دي في كسر هلم جدا هاني العالمي هاني العالمي لكن كريم ياخد محمد عبد المنعم ومتولي 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 طب ليه متولي يعني عبد المنعم ماشي ومتولي انا بحبه جدا 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 ومحب ربيعة وياسر طبعا يا جماعة انا مش بنقا بنحكي حبنا ونبننا نانيه ونشكله بس انا بس اللي متولي في الاتنين عشان انا هطير كريم وهطير علي لازم الاتنين اللي من تحت دول يكونوا بيتحركوا وبينقلوا بامزان واحد تمام مش قلقانين محمود الكرة من تحت تطلع هيلة محمد عبد المنعم الكرة من تحت تطلع هيلة اذا كانت قصيرة ولا طويلة في الشغل هو الحاجة الوحيدة اني محصلش اندماج ما بينهم كتير بس بس ممكن الفترة اللي فاتت تكون حصل ده لو ملقتش متولي هتلاقي روم يعني عبد المنعم وابشن واحد متولي اتنين رومي اه تمام سيد احمد لو انا من تحت اشتغلت من تحت برياحية ان انا بنقل تحت وبحضر سليم انا وفرت على نص الملعب ان يقرب مني فيديني مساحة ان انا اشتغل من عندي لي مايجيش هدايا علي المسافة تمام حمدي والسولاي حمدي والسولاي هنا بقى الفيلم كله المشوار بقى باكمل وجهه يعني محدش ابدا يختلف على الاتنين اللي انت قلتوهم حدش يختلف على حمدي مجهود بلوكر على اعلى مستوى يمكن يكون من جهة نظري احسن بلوكر مصري في الوقت الحال احسن دفندر احسن دفندر مين ده حمدي فتحي عمر السولاي قيمة كبيرة جدا جدا ولعيب مهمة جدا ورمانة ميزان وعقل وغيور وكابتن وكل حاجة حلو بس بيبقى صعب قوي عليها ان اقبل النوديانجي يعني ما بقدرش ديانجي ما يبتديش هم التلاتة محيرين بصراحة بس النوديانجي ما يبتديش مطش بالنسبة لي أو بالنسبة للمعظم الجمهور صعب قوي ممكن يبقى انا مستني شوية حق منه بعد حق انا بس مع وجهة نظرك على كل حوال بس ما دردش معك بعد شوية تمام بعد شوية دعبت بحمدي والسولاية مين قدامهم سافيو برونو سافيو اعتقد الاقرب للظهور في الوقت ده عبدالقادر عبدالقادر شمال اه كمية عبدالقادر وعلي معلول خلاص انتهت ربط تمام من اتنين دول عارفين وانا مغمد علي وهو خارج عارف عبدالقادر هيشتغل ازاي عالي اما هيدل عبدالقادر عارف هيشتغل من جوه ازاي او مع الاطراف ازاي اليمين فيلم كله بقى في الحتة اليمين اليمين حتة اليمين الراجل ده هيعمل المعادلة الصعبة ويدي شادي ويحط حسام يدي شادي جناح يمين ويحط حسام راس حربة ده رأيك ده رأيي أنا واللي هيعمل المعادلة بقى السهلة قوي هيبقى طاهر وشادي تجيب طاهر يمين او وتلعب شادي راس حرب ده عشان بتلعب مطش بره ارضك ماشي أنا بلعب بره ارضي ولا عشان أنا قوتي اه يعني بتبدأ من فوق مش بتبدأ من الحتة اللي هي المرأبة اللي في الخلف لا اقصد اقول انه طبيعة المباراة دي حجم المغامرة فيها مش هيبقى كبيرة اظن كده يعني اظن انه انت مش محتاج تغامر في المباراة دي انت مش محتاج تغامر كاتيم كأهلي كمرسيل كولور يعني عايز تكسب عايز تكسب لو فيه تعادل وتستنى هنا لغاية لما ترجع برضو وي نوت بتأخر بتأخر فبالتالي انت مش هتنزل بتقلك الهجومي كله عشان كده انت اخترت التشكيل ده وبالتالي لما ارجع هنا ممكن فيه اسماء تانية مختلفة بالذات هجومية ولا حسابتك اذا انا حساباتي ان انا بأمن في الحتة ان انا عايز اكسب هناك ده تأميني وفي نفس الوقت تأمين الدفاعي ان انا مخسرش حسابة كنت بتقول بنتكلم في ان انا معي بونت موجود مخسرتوش بس عندي اداة موجودة في الملعب من الاسماء دي كلها تقدر تحلل اللغز اذا كانت فردي ولا جماعي الربط ما بين طاهر وسافي وعبدالي سيبك من الجماعة هجيلك فيه عشان عايز بتقرالي ارقام الاهلي الفردي الحلول الفردية اختار لي اهم ثلاثة اسماء في الاهلي بيمثلوا الكابتن عمر حديدي هما دي المفاتيح اللي ممكن تعمل الحلول الفردية او الوان تو وان او تغير عبدالقادر وشادي وسافيو بالترتيب كده عبدالقادر وشادي حسين وسافيو عبدالقادر عبدالقادر الارقام بتاعت الاهلي لحد ما محيارة جدا الموسم اللي فات هجوميا الاهلي هو افضل اقوى هجوم دفاعيا الاهلي هو افضل دفاع ورغم كده كان عندنا مشاكل كتير جدا في بعض المباريات اللي خسنا فيها نقاط وطلع منهم المطشط اللي خسرناها او خسنا فيها نقاط بفعل فاعل لكن في وقت كتير جدا انا بشوف انه حتى لو التحكيم او الحكم حررت من 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 انك انت يحسب لك هدف صحيح او انه او 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 انه محسب لك شدارك لجزاء او انه يحسب عليك هدف مسليم سيبك من كل ده انا شايف انه الاهلي دايما يعني اتمنع او ما تحسبلوش هدف يقدر يجيب اتنين وثلاثة واربعة لكن الارقام دي بالنسبة لي علامة استفهام لان الاهلي لم يعاني دفاعين ولم يعاني هجومين الرغم كده كان محققش المشكلة فين يعني سايف المشكلة فين تركيز التركيز للعيبة انا كخط ظهر بنقعد مع بعض بنتكلم ماليش دعوة حسام شادي صافيو ميسي افشا ضيع زي ما ضيع انا احفظ على مكاني اوصل بمعدل معين ان شبكة شبكة تبقى عزراء اعمل نفس ترجط ما بيننا وما بين بعض احنا المطش الأولاني والتاني والتالت وبنعد وبنعد مع نفسنا لغاية انوصلنا عشر مطشات احنا ملتزمين ان ازاي ما يجيش فينا جون ولو جبنا جون ازاي نحافظ ونعززه ونأمن احنا مصدر الطمأنينة مع الحارس للعيبة نص الملعب والفراودة ده بالنسبة لخط الظهر كذلك الحتة الخاصة بالشناوي الربط ما بين الشناوي وخط الظهر ده الطمأنينة اللي بتدي ضوء بصيص نور لنص الملعب والفراودة الفراودة بقى الفرصة اللي تجيلك استغل له عشان انت بتتريحني انا كمدافع بتخلي مودي عالي اما بتجيب انت هدف بتخلين انا تركيزي بيزيد ويجيب هدفين تركيزي بيزيد اكتر عشان ابقى محجم تحركات الفراود اللي ممكن يجيب فيها هدف بص ماشي ازاي انت بتوصل للطمأنينة ان انا ملتزم في المان وانت بتجيب هدف بتريحني عشان ابقى انا بلعب الريحي بلعب الريحي بتريحني اوي ايوه صحيح احنا اوقات كتير جدا فيه مطساط كتير اوي عشنا فيها حالات توتر كتير جدا الموسم لفات نتمنى انها ما تحصلش الموسم ده اسم او اتنين تراحنا عليهم ان هما يكونوا مفاجئة الاهلي في الموسم الجديد جايين من بعيد كده من بعيد شوية اه تتوقع يكون مفاجئة السكواد الاهلي الموسم ده شاديو سافيو شاديو سافيو بس شاديو سافيو مش جايين من بعيد لا من بعيد من بعيد من بعيد من الحطة تانية لكن لا قصد العيب ممكن يكون عنده فرصة انه يتقلق السندي يبقى من بره التوقعات من بره المنهج محمود متولي محمود متولي نتمنى ان شاء الله بإذن الله كل النجوم تتقلق وخصوصا ان احنا متفقلين بالبدايات بداية طبيعية موسم كل واحد فيهم كل واحد فيهم يعمل عليه وزيادة شوية ويجند ده كله للنادي الاهلي في الفترة دي انت كل واحد فيكو يقدر يشيل فرقة الواحد كل واحد فيكو يشيل فرقة الواحد جمع ده كله بقى الحداشر دون يشيلوا دولة كاملة مش فرقة كاملة ان شاء الله بإذن الله رهن على نجوبنا وعلى الجهاز الفني بقاياة مارسيل كولر لكل المقدمات وكل الأراء الحقيقة المتعلقة بالراجل ده اللي جاي خصوصا من بره مصر بتراهن على نجحت أجربته مع النادي الاهلي وان شاء الله البداية تكون من مباراة اتحاد المنستيري يوم الحد اللي جاي بشكرك كابتن عمر وحشتنا ونورتنا حبيب السلام وصعداء بوجودك وحشتنا بكتر والقناة وحشتنا ان شاء الله نكون موجودين بعد كده فترة اللي جاي ان شاء الله موسم هيكون سخن موسم ان شاء الله يكون فيه استعادة الاهلي لقدراته واستعادة الاهلي قوته وجبروته مش بس على المستوى المحلي كمان على المستوى الافريقي والدولي ونتمنى ان شاء الله التوفيق لميستر كولر في قيادته للأهلي الموسم اللي جاي بشكر حضراتكم مع المتابعة وبكرة ان شاء الله نتقابل حلقة جديدة والسادسة تحياتي لكل أهلوية اللي تابعونا النهاردة تحياتي لكل أهلوية